بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات نستمر معكم في محاضرات علم الأحياء التقيقة اليوم إن شاء الله سوف نشرح محاضرة عن ميكروبيا الباثوجينيسيس اللي هو أمراض الميكروبات كيف تحدث الميكروبات الأمراض ما هي الأدوات التي تستطيع من خلالها الميكروبات أن تحدث الأمراض ما هي عوامل الضراوة القادرة على إحداث الأبراض في الإنسان وكيف وما هي خطوات ما هي خطوات حدوث المرض ما هي سلسلة المرض في أن مثلا كيفية انتقال المرض وانتشار المرض من شخص إلى شخص الميكروبات الممرضة صفات الميكروبات الممرضة إلى خريك سوف نجيب على كل هذه الأسئلة وأكثر من خلال هذا الشبطر الثامن وإن شاء الله أيضا سوف يكون على هذا الشبطر أو على الشبطر السابقة واجب سوف نعرضه عليكم في نهاية الشبطر وأعتقد أن الجزء الثاني سيكون من الشبطر أو الجزء الثاني من الفيديو إن شاء الله بداية ما هي خطوات حدوث المرض أوش بورتال أوفو انتري وهو مكان دخول المرض من وين يدخل الميكروب؟ من وين يدخل الميكروب؟ مثلا من الأغشية المخاطية من الجهاز التنفس الجهاز الأضمن إلى خريك number of invading microbes وهو عدد الميكروبات التي تدخل جسم الإنسان وطبعا عامل مهم جدا لحدوث المرض إذا كان كمية قليلة ممكن لا يحدث المرض إذا كان كمية كبيرة فرصة حدوث المرض أكبر نقطة الثالثة نقطة الثالثة يعني عوامل الضراوة تبعت الميكروب مثل الكابسول السيلول الإنزايم السايتوسكيلتون هذه عوامل الضراوة تبعت الميكروبات التي تعطيها قوة لإحداث المرض بعدين اللي هو عملية كيف تم التخلص أو القضاء على الخلايا تبعت جسم الإنسان ممكن بطرق مباشرة أو طرق غير مباشرة direct damage أو toxins أو hyper sensitivity إلى آخره هذه طرق اللي هو القضاء على الخلايا أو التخلص من الخلايا أو تحطيم الخلايا تبعية العائل بنعرف بعض التعريفات اللي مهمة اللي ستلزمنا خلال الشبتر خلال شرح المواد الشبتر أول حاجة الانفكشن الانفكشن هو عبارة عن تضاعف الميكروب الممرض داخل الهوست داخل الجسم بكتيريا بكتيريا طبعا نقطة مهمة أنه تضاعف النورمال فلورا البكتيريا الطبيعية داخل جسم الإنسان أو داخل جسم الحيوان لا تعتبر انفكشن يعني هي لأنها بكتيريا موجودة أصلا بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان فهي لا تعتبر انفكشن بينما تضاعف بعض البكتيريا الممرضة اللي جاية من خارج جسم الإنسان حتى ولو كانت اسمتوماتيك يعني ما بتأدي إلى حدوث أعراض في جسم الإنسان ممكن تكون الإنسان لها كاريار يعني حامل يعتبر إنسان حامل للمرض أو حامل لهذه البكتيريا لكن من الظاهر على الأعراض تضاعف هذه البكتيريا أيضا تعتبر انفكشن بعض تعتبر حامل إنفكشن إذن يعني من أهم صفات الانفكشن إنه يتضاعف الميكروب الممرض يتضاعف الميكروب الممرض الذي جاء من خارج جسم الإنسان الباثوجينستي هو قدرة الميكروب على إحداث المرض في ميكروبات قادرة على إحداث المرض وفي ميكروبات غير قادرة على إحداث المرض وهي أصلا معظم المايكروبات غير قادرة على إحداث المرض مجموعة قليلة من المايكروبات التي تستطيع تعمل أمراض مثل التهبات المسالك البولية، الثراء، الطاعون، الكوليرا هذه كلها مايكروبات قادرة على إحداث المرض بينما هناك مايكروبات كثيرة لا تستطيع تعمل أمراض لأنه لا يوجد عوامل دراوة في عنا الفيريولانس الفيريولانس قبل قليل حكيت عنها الفيريولانس فاكتور هي درجة إحداث المرض أو قدرة المايكروب أنه يسبب المرض هي العوامل التي تكون موجودة في المايكروب عوامل تكون موجودة داخل المايكروب تساعده وتعطيه القوة على إحداث المرض فالمايكروب الممرض أو المايكروب الليفيريولانس يعني اللي هو ضاري أو قادر على إحداث المرض بشكل كبير جداً حتى ولو دخل بالنسبة قليلة داخل جسم الإنسان قادر على إحداث المرض وكذلك قبل قليل هناك مايكروبات لا يوجد عوامل الضراوة لا يمكنك تعمل أمراض وهذه تنطبق على معظم المايكروبات فعوامل الضراوة هذه تشمل قدرة المايكروب على غزو جسم الإنسان قدرة المايكروب على غزو جسم الإنسان والتوكسوجينيسيتي اللي هو السمية تبعة المايكروب هل المايكروب يفرز مواد ثامة أو مواد ثامة أو مواد ثامة هذه العوامل السمية وقدرة المايكروب على الغزو هي عوامل مهمة لإحداث المرض التوكسوجينيستي هي قدرة المايكروب على إنتاج سموم قدرة المايكروب على إنتاج سموم طبعاً هذه السموم كما كان قبل قليل تشارك في إحداث المرض تشارك في إحداث المرض الانفاجين اللي هو قدرة المايكروب على غزو الجسم قدرة المايكروب سواء كان برازايت أو فانجاي أو فيروس على غزو الجسم والانتشار داخل جسم الكائن الحي طبعاً هذه يعني زي ما حكينا قبل شوية لها علاقة بالفيريلانس فاكتور عوامل الضراوة اللي هو العوامل التي تمد المايكروب بالقدرة على غزو الجسم يعني مثلاً في مايكروبات ممكن تكون موجودة في مكان ما في الجسم لكن ليس قادرة تغزو الجسم مثلاً بتحطم مثلاً الخلايا وبتحطم الجدران الموجودة في الجسم فبتضل مكانها لا تستطيع ان تغزو الجسم لكن في مايكروبات قادرة على غزو الجسم زي مثلاً بكتيدها الاستفيلو كوكاس أوريس هذه تنتج مجموعة كبيرة من الإنزيمات تقوم بتحطيم الحواجز تحطيم الخلايا تحطيم كل ما يقف في طريقها وتغزو الجسم وتنتشر في كل أنحاء الجسم لكي تستفيلو كوكاس أوريس ممكن تعمل أمراض كثيرة داخل الجسم الباثوجين هو المايكروب الممرض المايكروب الممرض طبعاً زي ما حكنا في باثوجين هو في نان باثوجين بان باثوجين هو المايكروب الذي لا يستطيع إحداث المرض اللي هو لو كنتزه من البكتيران نورمال فلورا البكتيريا الطبيعية الموجودة في أجسامنا أو في أجسام الكائنات الحية ولا تستطيع أن تحدث المرض في عنا الوضع الطبيعي هذه المايكروبات انتهاذية تكون موجودة أصلاً داخل جسم الإنسان أو ممكن تيجي من برا و في الوضع الطبيعي لا تستطيع إحداث المرض ولكن إذا تغير هذا الوضع الطبيعي أصبع غير طبيعي ممكن تحدث المرض ما هو الوضع الطبيعي أو الوضع الغير طبيعي اللي ممكن أحل البكتيرة لإحداث المرض مثلاً نقصة المناعة وعند مناعته طبيعية المايكروب لا يستطيع إحدث المرض المناعة الخلايا المناعية جسم الإنسان لا يمنع المايكروب من إحداث المرض لكن نقصة المناعة قلة المناعة مثل مريض الإيد فالمريض يستطيع في هذه الحالة أن يتغلب على جهاز المناعة لأنه ضعيف ويحدث المرض وهي بعض البكتيريا الطبيعية في جسمنا في بعض البكتيريا الطبيعية في جسمنا اللي ممكن تعمل الكلام هذا في الوضع الطبيعي مدى المناعة الإنسان الطبيعية ما بتعمل مرض لكن لو نقصة المناعة الإنسان ممكن تعمل مرض أو تستغل الظرف معين من ظروف الجسم مثل بكتيريا الكوليسجيديام ديفيسيل هذه البكتيريا موجودة في بعض أيسام الإنسان بشكل طبيعي وعند أخذ المضادات الحيوية من بعض المرضى هذه البكتيريا لا تتأثر بالمضادات الحيوية وإنما البكتيريا المجاورة إلها تتأثر تموت من المضادات الحيوية فهذه البكتيريا مدى تتأثرش في معظم المضادات الحيوية تستطيع أن تتمدد في المكان وتتكاثر بسهولة لأن البكتيريا المجاورة إلها قد ماتت من المضادات الحيوية فتستغل الفرصة ممكن استحدث المرض السابروفيتس هي المايكروبات الرمية التي تتغذى على مواد عضوية متحللة تغذى على مواد عضوية أو على كائنات متحللة في الغالب هذه ليست ممرضة لأنها لا تحتاج إلى عائل لا تحتاج أن تكون برازايتك لأنها تتغذى على مواد عضوية خارج جسم الإنسان مثلا ففي الغالب ما تكون غير ممرضة المايكروبات الرمية برازايت هي المايكروبات المتطفلة هذه تحصل على الغذاء والمأوى من كائنات أخرى من هوست آخر وهذه في الغالب هي المايكروبات الممرضة لأنها تدخل داخل جسم العائل أو داخل جسم الإنسان مثلا وتحدث له المرض تحصل على الغذاء تحصل على المأوى تحصل على وتتضاعف داخل جسم الإنسان وتحدث المرض فهذه المايكروبات متطفلة الكومينسلز هي المايكروبات تكون موجودة داخل جسم الإنسان أو جسم الكائنا الحي ممكن للحيوانات لكنها غير مؤذية في مكانها الطبيعي يعني مثلا فيه كثير من البكتيريا بتكون موجودة في الأمعاء مليارات المايكروبات موجودة في الأمعاء هذه المايكروبات بتكون موجودة بشكل طبيعي في الأمعاء لا تحدث المرض ولكن هذه البكتيريا لو انتقلت إلى مكان آخر ممكن تحدث المرض ساعتها بتصير بنسميها اللي هو انتهازية مثلا الاشليشة كولاي في الأمعاء طبيعية لكن لو انتقلت على الجروح أو انتقلت على المثانة ممكن تحدث المرض ممكن تحدث المرض فالكومينسلز هي مايكروبات تستفيد من جسم العائل تستفيد جسم العائل تحصل على الغذاء والمقوى ولكن العائل لا يستفيد منها العائل لا يستفيد منها في الغالب هذه العوامل المهمة لحدوث المرض أو بسموها سلسلة العدوى سلسلة العدوى هذه العوامل لابد أن تتوفر جميعا لحدوث المرض لو عامل من العوامل هذه لم يتوفر لا يحدث المرض لحدوث المرض دائما يقولوا كنت تسمعوا في الأخبار هالأيام هذه موضوع كورونا لابد من أن نكسر سلسلة المرض لابد من أن نكسر سلسلة حدوث مرض الكورونا أي عامل من هذه العوامل لو لا يتوفر لفيروس كورونا ممكن أن المرض يتوقف ولا ينتشر يعني مثلا الناس تتوفرهم يلبسوا كمامات الكمامات لماذا يلبس الإنسان عشان أول شيء لا ينقل المرض إلى الآخرين لا ينقل المرض إلى الآخرين أو لا ينتقل المرض إله فإذا أنت منعت المايكروب من دخول جسمك منعت المايكروب من دخول جسمك وهذه هنا موجودة اسمها بورتالوف انتري إلى الآخرين إلى الآخرين إلى الآخرين منعت المايكروب من دخول جسمك معناته أنت منعت المرض ستوقف السلسلة في حقيقة في المرض لا يستمر فمنع أي واحدة من هذول سلسلة في المرض تمنع المرض أول واحدة منهم باتوجينك أورغانيزم لا يبدي يتوفر المايكروب الممرض مكان دخول المرض ممكن يدخل المرض من الجهاز التنفسي من الجهاز الهضمي من الجلد إلى آخر قدرة المايكروب على التضاعف داخل الهوست يعني برضو كمان عامل مهم جدا نحن نقول مثلا في فيروس كورونا أنه مناعة الإنسان مهمة فلو المايكروب دخل فيروس كورونا دخل وكانت مناعة هذا الشخص قوية يستطيع الشخص يتغلب على فيروس كورونا ولا تظهر العراض على هذا الشخص لكن وقت يتظهر العراض لما مناعة هذا الشخص تكون ضعيفة يتضاعف المايكروب بسهولة ويتكاثر ويحدث العراض أنيكزيتروت فروم هوست المكان اللي بيخرج منه المايكروب يعني مثلا مثلا لو واحد مثلا مريض كورونا وعطس في وجه استنشاق عن طريق الأكل الطعام الملوث إلى خلية طرق انتقال المرض طرق انتقال لابد أن تتوفر طريقة لانتقال المرض يعني يعني مثلا لو واحد عنده فيروس كورونا وجنبك قريب منك ما عطسش وانت ما لمسته لا ينتقل المرض لا ينتقل المرض على الإطلاق لكن لما يعطس أو لما تستنشق انت هذا الفيروس حينتقل إلىك أو لمسته مثلا ممكن ينتقل المرض رزرفار اللي هو المخزن المخزن هو الشخص أو الحيوان أو أي شيء يحتوي على المايكروب كمخزن يعني ممكن المخزن هذا يكون إنسان ممكن يكون حيوان ممكن يكون ماء ملوك ممكن يكون غذاء ممكن يكون أي شيء اللي هو الرزرفار اللي هو مخزن المايكروب يعني مثلا لو طبقنا هذا على فيروس كورونا الشخص المصاب بالفيروس وموجود الفيروس في جسمه هذا يعتبر مخزن رزرفار يعتبر إيه مخزن لأنه المخزن هذا ممكن ينقله إيه إلى ناس آخرين حتى كمان المخزن ممكن يعني أو الشخص يعني ممكن يكون مخزن ولا ويكون شيء مظاهرة للأعراض يكون كارير مثلا لكن برضو الكارير ينقل المرض إيش للآخرين فهذه سلسلة العدوى هذه سلسلة لابد تتوفر جميعا لو واحد منهم متوفر لن ينتقل المرض إلى الآخرين ولن يحدث المرض لازم نكسر سلسلة العدوى حتى لا يحدث المرض نيجي لأول شرط من شروط حدوث المرض بواسطة الميكروبات اللي هو بورتال اللي هو مكان دخول المرض أو الميكروب بورتال أوف انتري أول حاجة نحك عن البات ودين الميكروب الممرض ما هي صفات الميكروب الممرض مست لازم يلاقي طريقه لدخول العائل لازم يلاقي طريق لدخول العائل عن طريق طرق العدوى ادهي تو هست تيشو يلتصق بالأنسجة لازم يلتصق بالأنسجة تبعة العائل من تريت أو فيد هوس ديفنس لازم يتخلط من مناعة العائل أو يتغلب على مناعة العائل أو يقتحم يدخل على داخل جسم الإنسان بدون أي مشاكل دمج هز كيشو يقوم بتحطيم خلايا العائل فهذه صفات المايكروب الممرض يستطيع المايكروب الدخول إلى جسم الإنسان عن طريق ثلاث طرق ميوكس ممرين الأغشية المخاطية عن طريق الجلد سكن بارنت راجوت عن طريق الحقن نيجي إلى أول واحدة منهم اللي هو الميوكس ممرين الميوكس ممرين ممكن تكون موجود أغشية مخاطية في الجهاز التنفسي الاسبيرات بترات في الجهاز التنفسي يأسهل طريقة لنقل المرض وهذا طبعا واضح من فيروس كورونا اللي احنا بصدره يعني شخص واحد أصيب بهذا الفيروس نقل المرض إلى ملايين البشر يعني اليوم أعتقد في مليون ونص من آدم مصابين فيروس كورونا والله أعلم ونيصل شخص واحد فقط شخص واحد أصيب بالمرض في البداية نقل المرض إلى المليون ونص ويمكن يزيد ويصير ملايين أو مليارات كثيرة فطريقة الجهاز التنفسي أسهل طريقة لنقل المرض لماذا؟ لأنه ما يلزم غير ملامشة باب عطسة ملامشة أي شيء من أدوات المريض لنقل المرض وهذه طبعا ممكن تصير بسهولة نقل 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 الميكروب عن طريق الأنف أو حتى كمان الفم دست بارتكل موش دروبلت يعني ممكن يتم استنشاق الغبار أو أي الدروبلت أو الرذاذ رطب وهذا الرذاذ ممكن يكون داخله إيش الميكروب أمثلة على الأمراض التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفس طبعا هي أمراض كثيرة خالص كومون كود نومونيا تيوبر كلوز إنفلوانزا سمول بوكس وطبعا كورونا فيروس الطريقة الثانية من طرق دخول الميكروب عن طريق الميوكس ميمبرين لأغشية مخاطية اللي هو عن طريق الجهاز الهضمي بضل الجهاز الهضمي موجود حوالي أغشية مخاطية فممكن تنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوث عن طريق الأكل والشرب أو عن طريق اللي هو كونتميناتد فينجرز الأضافر بكون داخلهم مايكروبات فتنزل في الطعام وتنتقل للإنسان معظم الميكروبات معظم الميكروبات اللي بتكون موجودة في طعامنا بتموت في أحماض المعدة في إنزيمات في HCL حمد لله دروكدوريك بايل كل هذه تقوم بهضم الميكروب وتحطيم الميكروب لكن برضو في ميكروبات ممكن تنجو من هذا التحطيم وتروح على الأمعاء وتشبه المرض زي مين زي مثلا البوليوميليتاس شلل لأطفال هباتايتس إي اللي هو التهاب الكبر الوبائي النوع إي أبيبيو ديزينتري طفيل اللي انت ميبا مرض الكوليرا وطبعا أمراض كثيرة خالص يعني مش بس هدولة ممكن تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي السلمونيلا ممكن تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي الشجلة ممكن تنتقل عن طريق الهضمي تعمل مثلا ديزينتري السلمونيلا تعمل تيفوت فيفا وهكذا الطريقة الطريقة التالية لنقل المايكروبات أو الانتقال المايكروبات عن طريق الأغشية المخاطية اللي هو الجهاز البول التناسل الجنيتري نانتراكت المايكروبات وانتقل عن طريق الاتصال الجنسي يكون في لغشية مخاطية في الجهاز التناسلي موجود المايكروبات سنتقل من الميل لفميل أو الفميل للميل وبسموه هذه سيكسول ترانسميت ديزيز أو انفكشن زي مين زي الاتش آي بي الإيد فيروس الإيد جينتال واتس اللي التواليل التناسلية جينتال هيربس لو الهيربس فيروس الهيربس التناسلي السيفليس اللي هو مرض الزهري والجونوريا اللي هو مرض السيلان هذه يتعتبر من الأمراض التناسلية المنقولة جنسية الطريقة الثانية لنقل المايكروبات بعد الميوكس ميمبرين اللي هي السكن السكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق الجلد بغطي جسم الإنسان الوظيفة الأساسية إلو منع دخول المايكروبات إلى العضاء الداخلية تباعة الجسم لكن وقت يش بدخل المايكروب لما يصير بروكن أو قطع في الجلد لما يصير قطع في الجلد بدخل المايكروب وممكن يحدث أمراض أحيانا كمان بعض المايكروبات ممكن تستغل اللي هو البويصلات تبعا الشعر أو الغدد العرقية لدخول جسم الإنسان بعض المايكروبات أو الطفليات ممكن تدخل داخل الجسم الإنسان عن طريق أن تغرز نفسها كما البنتريشن كما إيش بنتريشن زي الهوكورم العرضي اللي هو الطفليات الخطافية الطفليات الخطافية بتغرز هي نفسها داخل الجسم الجلد وتدخل داخل جسم الإنسان في بعض المايكروبات ممكن تعيش داخل طبقة الجلد وتعمل أمراض زي الفطريات الجلدية بتعيش داخل طبقة الكيراتين الموجودة على الجلد وبتعيش في المكان هذا تحت الجلد وبتعمل أمراض مختلفة بنسوفة في الإنسان ممكن تكون في الرأس أو في الشعر أو في جسم الإنسان أو في الأضافر أو غيره ممكن كمان بعض المايكروبات تعمل دمامل أو حروق التهابات الحروق يعني بعد ما يحرق الإنسان المايكروبات الموجودة على الجلد تعمل التهاب للحرق وهذه يعني حالات مشهورة واردة جدا في أقسام الحروق الطريقة الثالثة لدخول المايكروبات داخل جسم الحقن كيف يعني الحقن ممكن المايكروبات تنحقن حقن تحت الجلد مثلا مباشرة كيف يعني ممكن نسيق بنشر وون إنجيكتشن حقن مثلا بسرنجة واحد قاعد يشترن بسرنجة والسرنجة هذي النيدل فيها مايكروبات ممكن بالغلط يدخل النيدل داخل الجلد وينحقن المايكروب تحت الجلد ممكن جرح ممكن عضة يجي مثلا حيوان يعض إنسان ويدخل المايكروبات داخل اللي هو الجرح اللي هيحدث بعد العضة جروح عند سيرجري جراحة وطبيب العملية جراحية لجسم الإنسان والأدوات تبعته ملوثة الأدوات هذه ممكن الدخل اللي هو المايكروبات داخل جسم الإنسان أمثل على البرينترا الروت الفيكانوس مايكروب أو بكتيريا تيتانوس رابس مايكروب أو فيروس الكلب باتايتس بي التهاب الكب الوبائي النوع بي ممكن طبعا يدخل داخل جسم الإنسان عن طريق الحقن أو كذا أو نقل واحدة دم أو غيره الملاريا الملاريا اللي هو البععوضة اللي بتحقن البععوضة نفسها هي اللي بتحقن الطفيل داخل جسم الإنسان هذه نقطة مهمة جدا أنه كل مايكروب له منطقة مفضلة للدخول نجي نقول ده برضو نسجع على فيروس كورونا فيروس كورونا بفضل أنه يدخل عن طريق الجهاز التنفسي بفضل يدخل عن طريق الجهاز التنفسي حتى لو الإنسان أكل ملوث بفيروس كورونا بموت فيروس كورونا في أحماض المعدة ما يصير عدوى ما يقدر يخش عن طريق الجهاز الهضمي إنما المنطقة المفضلة له اللي هو الجهاز التنفسي مثلا السر الرياوي مفضل له الجهاز التنفسي الكوليرا مفضل له الجهاز الهضمي الكوليرا البتاتيس بي مثلا مفضل دخوله داخل دم جسم الإنسان عن طريق الحقن أو غيره فكل مايكروب بفضل منطقة يدخل منها هذه سرد للميكروبات كل مايكروب أي منطقة بفضل يدخل منها وإيش المرض اللي بتسببه والإنكيوباشن بيريود تبعته فترة الحضارة يعني مثلا لا تذكرهم كلهم عنا أول حاجة لميوكاس مبريين الاسبيراتوي تراكت عدنا لسرطو كوكاس نومونيا بكتيريا هذا بتفضل مين الجهاز التنفسي الاسبيراتوي تراكت بتعمل مرض نومو كوكال نومونيا بتعمل مرض النومونيا لو التهابات في الرئيجين الكوبيشن بإتبعتها مختلفة ممكن تأخذ فترات مختلفة نيجي للغاسترون تراكت الميكروبات اللي بتفضل تدخل عن طريق الجهاز الهضمي زي الشقلة مثلا زي ما تحدث قبل شوية بتعمل اللي هو مرض ديزنتارية أو بسل ديزنتاري أو مرض ديزشقل لوجز الانكوبيشن بيرو تبعتها من يوم ليومين فإزا كل مايكروب إلو منطقة مفضلة مفضلة لدخول داخل جسم الإنسان نيجي نحكي عن أعداد الميكروبات التي تدخل داخل جسم الإنسان التي تحدث المرض هل لعدد الميكروبات التي تدخل داخل جسم الإنسان عند حدوث العدوى أهمية لإحداث المرض أو لا سنجيب على هذا السؤال من خلال شرح الموضوع طبعا إجابة السؤال هو نعم فكلما زادت عدد الميكروبات التي تدخل الجسم كلما أصبح فرصة حدوث المرض أكبر هنا تعريف اسمه ID50 Infection Doge أو Infectious Doge 50 تعريف يقول أنه عدد الميكروبات التي تحدث تحدث المرض لـ 50% من الناس عدد الميكروبات التي تحدث المرض لـ 50% من الناس الميكروبات الميكروبات سوف نوضح أكثر يعني لكل مايكروب هو ID 50 كمه عدد الميكروبات التي تحدث لـ 50% من البشر يعني مثلا لما نجيب مثلا لمايكروب الكوليرا مثلا مايكروب الكوليرا نعطي 100 أو 100 مليون 100 مليون بكتيريا لم 100 شخص لم 100 شخص 50% منهم سيصاب بمرض الكوليرا فهذه الجرعة من الكوليرا هي 100 مليون هي الجرعة الممرضة لـ 50% من الناس هي الجرعة الممرضة لـ 50% من الناس فالمثال عليها مرض الكوليرا لو يعطينا 100 مليون كوليرا خلية لـ 100 شخص 50% من الناس سيصاب بالمرض طبعا لكل مايكروب له ID 50 مختلفة يعني مثلا مرض الأنثراكس مثال تاني غير الكوليرا اللي هو مرض الجامرة الخبيثة بتسبب بكتيريا Bacillus anthracis بكتيريا لو دخلت عن طريق الجلد ممكن تسبب المرض فقط 10 لـ 50 endospors 10 لـ 50 بكتيريا يعني لو دخلت عن طريق الجهاز التنفسي تحتاج من 10 1000 لـ 20 ألف تحتاج من 10 000 لـ 20 ألف بكتيريا لإحداث المرض عن طريق الجهاز التنفسي لو دخلت البكتيريا الأنثراكس هذه عن طريق الجهاز الهضمي تحتاج من 250 ألف لمليون بكتيريا إذن حتى مكان دخول المرض باختلف العدد المايكروب اللازم لإحداث المرض إذن ID 15 عيد ثاني هي المايكروب أو عدد المايكروبات التي تؤدي إلى حدوث المرض عند 50% من الناس نجل LD 5 50 LD 50 lethal dose هذه الجرعة من المايكروب الجرعة من المايكروب القادرة على قتل 50% من الناس الجرعة من المايكروب القادرة على قتل 50% من الناس هذه تحدد قدرة السموم التي تنتجها البكتيريا نجيب أمثلة كما موجودنا في الشريحة مثلا بكتيريا كولستيديم بتولونيوم بتنتج السم اسمه بتولونيوم توكسين هذا الجرعة منه القادر على قتل 50% من الناس اللي هو 0.03 نانو جرام بير كيلو جرام 3 من 100 3 من 100 نانو جرام بير كيلو جرام قادرة على قتل 50% من البشر 50% من الناس يعني لو قينا الجرعة هذه الجرعة هذه لميت بني آدم 50% منهم بموتوا من الجرعة هذه طبعا لكل واحد الجرعة هذه لكل واحد من الناس شيكا توكسين اللي هي فيه بكتيريا اسمها شيكيلا تنتج توكسين اسمه شيكا توكسين شيكا توكسين هذه الجرعة تبعتها القادرة على قاتل 50% من الناس 250 نانو جرام بير كيلو جرام فالبكتيريا بكتيريا اسمه استفيلو كوكس اوريس تنتج توكسين اسمه استفيلو كوكس أو استفيلو كوكس انتيرو توكسين الجرعة القاتلة تبعته 1350 نانو جرام بير كيلو جرام بير كيلو جرام إذن هذه تعريف LD50 هي الجرعة القادرة على قتل 50% من الناس ال LD50 بينما والإيدي 50 هي الجرعة القادرة على إحداث المرض عند 50% من النهام نأتي العام المهم من عوامل حدوث المرض وهو اتصاق الميكروب الممرض اتصاق الميكروب الممرض على خلايا العائل هل قدرة الميكروب على الاتصاق في الميكروب الممرض لها أهمية ولا ملهاش أهمية نجيب على هذا السؤال من خلال الشرطة إذن الاتصاق الميكروب بخلايا العائل هو خطوة مهمة لحدوث المرض لكن السؤال هنا كيف يلتصق الميكروب بخلايا العائل كيف يلتصق الميكروب بخلايا العائل دائما الميكروبات بيكون موجود عليها إشي اسمه لجاند أو أديسنس هذه عبارة عن بروتينات بتكون موجودة على خلية البكتيريا على خلية الميكروب وتلتصق بمستقبل على خلية العائل بتلتصق بريسبتور اللي هو مستقبل على خلية العائل إذن الليجاند أو الأولى ديسنس بتكون موجودة هذه على الميكروب وبتلتصق بشيء مهم جدا في خلية العائل طبعا هذا الالتصاق لابد أن يكون خاص يعني مش أي ميكروب بتلتصق على أي خلية في العائل عشان هيك في خصوصية في الأمراض يعني مثلا في أمراض بتعمل أمراض الجهاز التنفسي مثل الكورونا فيروس بتعمل أمراض بالجهاز التنفسي ليس بعمل فقط أمراض بالجهاز التنفسي لأنه إله مستقبلات إله ليجاند أو الأولى ديسنس وإله مستقبلات على خلية خلايا العائل بلزق مع بعض بخصوصية كبيرة جدا بنسميه دايما زي الضبة والمفتاح زي الضبة والمفتاح إنه المفتاح هذا ما بفتح إلا باب واحد كذلك هذا الميكروب لا يلتصق إلا بنوع واحد من الخلايا إلا بنوع واحد من الخلايا الجزء من الميكروب اللي هو الليجاند أو لا ديسنس ممكن يكون غلايكو كاليكس ممكن يكون بيلي ممكن يكون فامبريا ممكن يكون إس أشياء ثانية غير هاي زي ما تشاهدين في الصورة اللي فوق اللي على الشمال أقصى الشمال هاي الميكروب فيه عندنا موجودة على الميكروب زوائد موجودة على الميكروب وملتصقة بإيش بريسيبتور على خلية العائل هذا الالتصاق مهم جدا لحدوث إيش المرض في الصورة الثانية فيها عندنا بكتيريا سمع الشديشة كولاي اللي لونها أخضر ملزقة في خلايا الجهاد البولي اللي هو المثانة اللي بلدر الصورة الثالثة بكتيريا ملزقة ملتصقة على خلايا الجلد على خلايا جلد الإنسان الموجودة على الميكروب اللي توجدناها قبل شوية في الصورة اللي قابل برضو ممكن تكون فمبريا ممكن تكون فمبريا زي مين أمثل عليها نايستيريا جونوريا أو الانتيروتوكسوجينيكيشتيشة كولاي أو البوليتيلا بورتيسيز هذه بتستخدم الفمبريا عشان تلتصق بخلايا العائل الريسبتور اللي هي المستقبلات اللي بتلتصق فيها الميكروبات على خلايا العائل عادة بتكون سكرية زي المنوز أو المنان بسموها منان أو المنوز يعبار عن سكريات بتكون موجودة على خلايا الهوس بتلتصق فيها الميكروب الآن السؤال لو تغير شكل الريسبتور لو تغير شكل الريسبتور هل الميكروب بيقدر يلتصق بهذا الريسبتور الجواب هو لا إذا كان يتغير شكل الريسبتور مش هيقدر الميكروب يلتصق في خلية العائل وهذه النقطة توي حكيناها بسوية يعني مثلا لو غيرنا المفتاح تبع القفل هل بيقدر المفتاح اللي غيرناه اللي جبناه جديد يفتح القفل هذا طبعا لا مش هيقدر لأن قلنا القفل هذا المفتاح واحد فقط المفتاح واحد إيه فقط فهذه نقطة مهمة إذا يتغير شكل الريسبتور مش هيقدر الميكروب بيحده المرض نجيب أمثلا على الكلام اللي بنحكيه جاعدين في عنا مثلا بكتيريا يسمى ستوكوكاس ميوتانس البكتيريا هذه بتعمل تسوس الأثنان فهذه البكتيريا تلتسق بالأثنان عن طريق القلايكوكاليس تباعتها عن طريق الكابسول تباعتها أو القلايكوكاليس تباعتها يبتجي بكتيريا تانية اسمها أكتينومايسس إلا في المبريا هذه برضو تلتسق على إذن لايكوكاليكس تباعت ستوكوكاس ميوتانس يعني تتنتين بكتيريا ملازمين في بعض اللي ستوكوكاس ميوتانس وأكتينومايسس بلازقوا التنتين ما بعض تتسن فبيعملوا إيش التنتين بيعملوا تسوس الأثنان اللي هو دنتال كارز دنتال كارز مثال تاني إنو بكتير الإشريشا كولاي إلا فيمبريا الفمبريا هذه تلتسق على خلايا الأمعاء تلتسق على خلايا الأمعاء إذن إشريشا كولاي إلا فيمبريا تلتسق على خلايا إيش الأمعاء وفي تطبيق مهم جدا على عملية الأديرانس هذه اللي هو البيوفيلم وحكينا عنه سابقا البيوفيلم نحن قلنا عبارة عن تجمع كوميونيتيز تجمع من المايكروبات على الأسطح الصلبة سواء كان أسطح حية أو غير حية زي مثلا الألجي على الطحالب بتلزق البكتيريا في الطحالب دنتال بلايج بتلزق البكتيريا في الأسنان ممكن تلزق في القسطرة Medical catheters وهذه من الأمثلة المهمة أو على الجلد أو على كذا أو على صمام قلب أو على مفصل صناعي إلى آخر فكيف المايكروبات بتلزق في بعض عن طريق اللي هو تلتصق في بعض زي ما حكينا سابقا عن طريق اللي هو Glyco Calyx أو عن طريق الكفبيريا أو عن طريق البلي بيجي بلتصق في بعض وبيعملوا تجمع كبير جدا من الالتصاق مهم جدا لحدوث المرض الالتصاق المايكروبات ببعض البعض أو على خلية الهوس مهم جدا على إحداث المرض في سؤال مهم جدا وهو كيف يستطيع المايكروب الممرض الدخول والتغلب على مناعة جسم الإنسان احنا حكينا سابقا انه لابد ان تتوفر في المايكروب عوامل قادرة العوامل التي تكون متوفرة في المايكروب العوامل هذه قادرة على إحداث المرض وصنع فيريولانس فاكتور نجيب مثال عليها الفيرولانس فاكتور هذه عوامل الضوا اللي هو الكابسول اللي هي الحافظة تبع المايكروب طبعا الحافظة للكابسول هذه بتزيد قدرة المايكروب على إحداث المرض وحكناها سابقا قلنا لكم انه المايكروب يستطيع ان يتهرب من عملية البلعمة هو هذا المايكروب اللي كابسول المايكروب اللي كابسول يستطيع ان يتهرب من عملية البلعمة عملية الفاكوسي توتوزيز أمذل عن المايكروبات هذه زي هايستوكوكاس نومونيا كليبسيلا نومونيا مغرصف لونزا باسيلا سانتراسيز ياسينيا بيستيس هاي المايكروبات اللي إلها إيش كابسول هاي المايكروبات اللي إلها كابسول طب كيف مناعة الإنسان بدأ تتخلص من هذا المايكروب اللي له كابسول هو بيهرب من جهاز المناعة طب كيف الإنسان بدي يستطيع أنه يتغلب على هذا المايكروب عن طريق الأنتيباتيز لأجسام المضادة بتيجي لأجسام المضادة تلتسق بالكابسول فتيجي لقرات الدم البيضاء بتمسك بالأنتيبادي اللي مرتبطة بالمايكروب وبتدخله داخلها في عملية الفاكوسيتوزز بتصير عملية الفاكوسيتوزز أسهل لما يلتسق لأجسام المضادة على المايكروب إذن بنحل هذه العملية وبنحل هذا التحايل لتبع المايكروب عن طريق النوش إنتاج الأجسام المضادة في جسمنا وبنلزقها وين؟ في المايكروب باللزقها على الكابسول فبصير أسهل على الكرات الدم البيضاء أن تعمل فاكوسيتوزز لهذا المايكروب لأنه تمسك في الأنتيبادي وبتعمل فاكوسيتوزز بسهولة إيش فيه كمان عوام الضراوة للمايكروب؟ اللي هو مركبات الثيلول زي إيش فيه أم بروتين إيش بعمل أم بروتين هذا؟ بعمل أتاسمنت للمايكروب على الإبثيليام سيلز يعني بسهل عملية التصاق المايكروب بالخلايا الطلائية وإيش بعمل كمان؟ بيمنع عملية الفاكوسيتوزز الأم بروتين هذا بيشتغل زي الكابسول ويمنع عملية الفاكوسيتوزز في عنا الأوبا برضو أوبا بروتين هذا براءة بروتين خارجي موجود خارج السيلول أو على السيلول برضو بساعد المايكروب على الاتصاق بخلايا العائل إيش فيه كمان؟ واكسر اللي هي زي مواد شمعية المواد الشمعية هذه موجودة في بكتيريا زي مايكوب بكتيريا ماتشيوب واركوسيتوزز بكتيريا السيل الرعوي برضو هذه بتمنع عملية الفاكوسيتوزز فهذه برضو عوامل بتساعد المايكروب على إحداث المرض إيش فيه كمان عوامل بتساعد المايكروب على إحداث المرض؟ اللي هو الإنزيمات إنزيمات بعض مشكل بعض المايكروبات تقوم بإنتاج اللي هو مجموعة من الإنزيمات إيش الإنزيمات التي تنتجها البكتيريا أو المايكروبات؟ في أن مجموعة من الإنزيمات بسموها طبعا إكسترا سيليور إنزايم أو إكسترا سيليور إنزايمز هذه طبعا وظفتها الإنزيمات هذه تقوم بتحليل ما بين الخلايا أو بتعمل جلطة أو بتحليل جلطة نشوف أمثل عليها مثلا إنزيم الكواجيوليز بتفز بكتيريا لإستفيله كوكاس أورياس هذا إنزيم الكواجيوليز بعمل جلطة صغيرة بعمل جلطات صغيرة بحول الفايبرونجين الموجود في دم الإنسان إلى فايبرين جلطة صغيرة بحول الفايبرونجين السائل في دم الإنسان إلى مادة صلبة إلى كلوت جلطة يعني بسموها فايبرين كلوت فبيجي المايكروب بتخبى داخل هذه الجلطة من خلال تخبايته هذه داخل الجلطة يستطيع أن يهرب من عملية أو من جهاز المناعة من عملية الفاكوسيتوزيز بلحظة بيهرب من عملية الفاكوسيتوزيز أو بيهرب من جهاز المناعة داخل جسم الإنسان بروح هذا المايكروب إلى أي مكان داخل الجسم من خلال هذه الكلوت لما يصل بروبيفرز إنزيم تاني اسمه الكاينيز استفيله كاينيز مثلا هذا بدوب الجلطة اللي عمدو يطلع من هذا الجلطة هو بروح بدوب إيش الجلطة وبيطلع منها شوه إنزيم يفرزه اللي هو الكاينيز فينا إنزيم تاني هاي نورديز هاي نورديز هذا بيحطم البناء اللي موجود بين الخلايا الضامة الكونيكتب تيشو بيحطم البناء اللي موجود بين الكونيكتب تيشو فبالتالي بيسمح للمايكروب إنه يتحرك بحرية يعني كأنه الكونيكتب تيشو عبارة عن حيطة الكونيكتب تدخل بيلاقي الحيطة بيبتمنع الحيطة هذه فبتدوب ما بين اللي هو الخلايا يفتح فغرة في هذه الحيطة بفرز إنزيم الهيونيديز فبحطم ما بين الخلايا وبيدخل بسهولة فيه إنزيم تاني الكلينزيز الكلاجينيز 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 هذا تنتج مجموعة من البكتيريا زي الكوليستيديام برضو هذا بيحطم ما بين الخلايا البروتين كولاجين بتكون موجودة بين الخلايا هذه بحطم بين الخلايا عشان يقتحم الجسم فيه مشكلة بتقرق المايكروبات اللي هو ودود الاي جي اي انتيبادي المايكروبات هذه بتروح بتنتج اللي هو اي جي اي بروتيز إنزيمات بتحطم هذا إيس الانتيبادي دستروي انتيبادي من الأجسام المضادة هذه حتيجة تمسك في المايكروب وتمنى الان المايكروبات داخل أجسامنا ستتحرك عن طريق شبكة شبكة من الخيوط بسموها سايتوسكيلتوني الشبكة هذه بتسهل حركة المايكروبات لان لو جسمنا يتغير هذه الشبكة تغير الآكتين في الميكروبات ستصعب عليها عملية الحركة كيانا بتتوه او ما بتقدر تتحرك من مكان الى مكان الشبكة هذه بتسهل عملية المايكروبات للخلية فلازم كل فترة تتغير هذه السايتوسكيلتون عشان تصعب على المايكروبات الحركة داخل أجسامنا